ايوه ما ماشي هو الراجل بيتكلم بس احنا عايزين يقول لك بنلعب زي روح اوروبية هو المطفل مغرب بس طيب انا لو ما عايز البرنامج طيب يعني الروح بتاعتنا بتاعتمدش المغرب كلنا احنا فعل انا قلت اه انا قلت انا انا لو ما عايز البرنامج مكانك هنقوم نتخنق مع بعض لا والله لا 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 كل يوم عندنا اخنقها هو كابت الرضا بيبصرها لا هو كابت الرضا لما بيجي بيحلل بيحلل تحليل فني اللي هو ده مفروض يبقى كده في الملعب وده مفروض يبقى كده في الملعب انا مثلا ماليش في التحليل الفني انا راجل عايز المكسب انا راجل بتكلم بقول طب ده اللعيب ده كان جاهز طب ده كان يحب انما الكابت الرضا ييجي يبص لا مفروض نرفع اوفر هنا نعمل زي بعض المحللين في القناة الرياضية يعني بعض المحللين برضو كانوا بيقولوا اللي كروش نصبر عليه وكروش نجحة خطته وعمل وقدر يفرد سيطارته أنا شايف اللي كروش من أول يوم الرجل ده شخصيته قوية واضح اللي شخصيته قوية واضح اللي فيه في الجهاز الفني كلمة واحدة هو بيقول كلمة واحدة الرجل ده في البدايات مصر كلها كانت متضايقة أو زعلانة مش الكابت الرضا أو أي حد أو أنا لا طبعا مصر كلها اللعيبة فائت لما حست اللي الشعب زعلانة بعد دور المجموعات والناس كلها كانت بتتكلم على المنتخب ولعبوا لعبكو وهي دي كرة بتاعكو يا جماعة وانزلوا وتعديدا صلاح اللعيبة تقصرت والدليل طبعا الدليل لما محمد صلاح تلعب تصرحاته وقال لك يا جماعة الجماهير لازم تشجع مصر فيش أهلي وزمالك هو قال التصرحات دي ليه قال التصرحات دي ليه لأن فيه لعيبة تقصرت وهو كمان تقصر لأنه لما كنا بنجي نقول لنني ليه عشان كان المستوى ليل وكانت مصر كلها زعلانة انت دلوقتي ورا مصر ليه حتى لو احنا بنكسب زي ما بنقول كده بدعوات المصريين وبروح للعيبة وبقلب اللعيبة احنا عايزين في الوقت ده استغلي كمان إمكانيات اللعيبة انا بقولك دايما ما نبقاش احنا رد الفعل يعني احنا نبقى الفعل انزلي هاتي جون وهاتي التاني ما هو بيحاول لا ما بيحاولش ما بيحاولش بيموتوا نفسهم بس الكاميرا ما شاء الله كله وعد فيهم ثلاث مطار والبنية الجسدية فضيعة وبنعب على أرضهم فطر يعني مع كل العوامل دي يعني انت شوف بعد البطولة ده احمد فتوح لازم يتعالج نفسيا ده لعب على شوية عيال انت بشاف اكسامهم شفت انت بتكسامهم احمد فتوح اكسامهم بالمخ بالمخ طول عمرنا افريقيا بالذات لا انا مش موفق انت عدك فرق برضو راح تجد واجت نظري طبعا لعا واجت نظري وتحترم بس انا بتكلم ان انت بالذات في افريقيا العاب ببخك تكسبي اي حد ما تقابلهمش ابدا بالقوة لو بالقوة هيكسبوك 4 و 5 و 6 انما بالمخ انت الشوت التاني في مطش الكاميرا ايه اللي حصل لما نزلت ريزيجيه وبدأ يمسي الكرة ويرقص ويعدي نقلنا من الحتة اللي هم كانوا الشوت الاولاني عندنا في الثمانتاشر للثمانتاشر بتاعهم اشتركوا في القناة